السلام عليكم ورحمة الله اهلا بالمتابعين الكرام اليوم ان شاء الله سنهضر على واحد المشكل جوني عليه بزاف ذال الرسائل ما كنتش بغي نهضر عليه في الاول ولكن من اللي وصلنا الواحد لحد مبالغ جدا اضطريت ان ندير فيديو حول هذا الموضوع اللي كيتشكوا منه بزاف ديال الناس سنقرأ لكم الرسالة ديال الاخت اللي طلبت مني المساعدة في هاد المشكل طبعا كما كتعرفوه التوتر والمشاكل والاعصاب نقرأ لكم الرسالة استحملوني واحد شوية الوقت ومن بعد غادي نتطرقو الحل ديال هاد المشكل العويس دكتور جزاك الله وخيرا غير قول ليش نسميت هاد المرض راني كان عاني في صمت وليت بغا نبقى غير بوحدي وما نعرفش الناس بغيت نبعد على العالم كانت جد عصبية اي حاجة تأثر فيها صغيرة كانت تخلع بزاف وكانت نرضي الناس بزاف وكانت تعامل فوق مزيان غير باش ما نخسرهمش وهمك يتمادعوا وكانت حساسها لدرجة لصونيت الشي حد وما جاوبنيش كان بقى نحلل ونناقش لماذا لا يجاوبش أشنو درت وقيل كي يكرهني غير على صديقاتي وكانت اي كلمة قالها ليش يحد كنحاول ونناقش فيها حتى راسي كيتزير بزاف كي يبغي ترتق والرقبة ديالي كتشد علي وكتحرقني وقلبي كي يصخفان علي ودابا كي يقول لي عقلي باش ارتاح خاصنين بلوكي كل شيء وما يبقى عندي التى واحد في حياتي من غير والدية واختي وزوجي وابنتي ما بقيتش بغيت نهضر مع التى واحد حيث ولو عندي الناس مصدر ازعاج وإلا سمعت كلمة جارحة من شي حد كان مرض لدرجة نقدر شهور وانا كتجيني في بالي غير ذاك الكلمة وذاك الشخص في الصباح والغداء والعشاء غير كان ندور ونفكر راسي ما يحبسش وقلت غير غالسة ونفكر ومرة نقول لشانا هكا نكون مزيانة وخي كون بنادم خايب خصني اهنا ما نكونش بحاله ونكون مزيانة ونتعامل باخلاقي ومرة كنرجع وحدة اخرى ونكره ونحقد ونبقى نقول صافي خصني نخرج هاد الاشخاص من حياتي والمشكل واخن بغي نخرجه ما كان قدرش ننسى ونرجع تاني نفكر ونفكر المهم هذي تلت شهور وانا في هاد الحالة ما بقيتش انسانة عادية وتمتاز بالهدوء والسلام والتي تكون لي متشددة وافكار مبعترة ومتقلبة مرة راني بخير وعلى خير مرة حالتي الله لا يعطيها لشي مسلم المهم ده با اللي بغيت نعرفها دكتور عافك غير شنو هاد شي واش اعصاب وكتيقاب ما بقيتش ذاك زينب اللي ما كتسوقش الانسان خرج ولا دخل حياتها ما بقيتش ذاك الانسان اللي ممسوقش للدنيا وضحكة ونشطة واللي تغير كنفكر وهاد شي هلكني في صحتي وعاد زيد الخلعاء كنت تخلع بزاف اسمح لي بزاف دكتور طولت عليك الله يستر امور كلها ويحفظ لك كل عزيز غالي على قلبك الى ما اعتقني بشي حل حياتي كتضيع وانا يا الله عندي خمسة وعشرين عام يا زينب يا زينب مهم غانا هدروا على زينب والكلمة عم كل من لديه مشكل بحال هاد الاخت زينب نقيت بعض النقط اللي بغيت نتطرق لها في هاد الميساج ديالها الاخت زينب قالت لك كان نرضي الناس بزاف باش ما نخسرهم قبل ما نتطرق لهاد النقط خصني نقسم هاد الفيديو لثلاثة الاجزاء الجزء الاول خصنا نشوفوه شكين اصلا شي مرض عضوي في الجسم ديالك يعني ما يجيش الواحد عنده مشاكيل والافكار كما سمعتوه في هاد الرسالة المشاكيل والافكار ومع الناس ومع الصب ومقلق وكي تخلع يعني قاعدوا كل مشاكيل النفسية والاحاسيس والوساوس اللي كتجي في الواحد في باله قبل ما يمشي الناس المتخصصين في العلاج لهاد الامراض من الافضل يشوف بعدها وشكين شي مرض عضوي شي حاجة في صحته كدفعوا انه يفكر في هاد المصائب والمشاكل بالصف عليه مثلا امراض الغودة الدرقية مثلا شي مشكل في المصارن حيث المصارن كيتحكم لنا في دماغنا إلا كانوا ميكروبات خيبة إلا كان لك البروبيوتيك ما مقادش مزيان أو لالمايكرو بايوم في الامعاء ديالنا ما مقادش مزيان كي اطرحته على دماغنا إلا كان شي طيحة قديمة على الراس كين بعض الدراسات اللي كتقول بان السقوط على الراس إلا كانوا حد ضربة قديمة وخيبة كتخلي واحد الآثار في الدماغ من بعد الشخص كي وصلوا إلى واحد سن متقدم كيوالي عنده واحد الضغوطات نفسية واحد الأفكار واحد المشاكل ما كيعرفش كيفاش يتحكم فيهم وهو ما يقدروا يكون المنشأ ديالهم من ديك الضربة اللي جاتوا على راسه وما خلتش ديك الوظيفة ديال الدماغ عموما تكون بواحد الاستقرار و بواحد الايطمئنان في الحياة دياله إذا خصنحيده اي مشكل في صحة ديالنا المهم خصك تحييد الشك ديال أن كين شي مرض عضوي في الجسم ديالك يخليك أنك توقع في هاد المشاكل والاضطرابات النفسية والتوتر بالصفة عليك لماذا؟ حيث لمشيتك تقلب على العلاج النفساني والروحاني والطاقة والكلام والبسيكولوج يعني واحد العلاجات اللي ما كتشوفش في الأمراض العضوية العلاجات بحل الرقية الشرعية بحل العلاج بالطب الباديل وشرب هاد العشباء وزيد هاد العشباء يعني كتبقى تعالج شي حاجة أنت أصلا ما عرفتش واش عندك شي مرض خصوية تعالج من الجدر دياله باش يخليك تبرامز يعني يعني حييد الشك ديال أي مرض وأول حاجة كنفكر فيها الغودة الدرقية كتدير هاد الآضطرابات من غير بعض الأدوية كيلي كي ياخد الأدوية مدة طاويلة كي يقول له طبيب خصوك تأخذ هاد دواء مدة طاويلة وفاش كتشوف دك الدواء عنده بعض تأثيرات على الوظيفة الدماغية يعني يقدر يخلي عنده واحد الأفكار واحد التوتر واحد النربازة يقدر يكون غير من الدواء يعني أول حاجة قبل ما نبدأ رحلة العلاج نشوف بعدها الجسم ديالي والدواء اللي كان شرب واش هما السبب في هذا الشي اللي كان نعاني منه إلا حييدنا الشك ديال الدواء ما كان شرب حتى شي دواء وحييدنا الشك ديال الجسم ديالي قدرت التحالي لمشيت عند القطباء حتى شي واحد ما قال لي فيك شي برضي الجسم ديالي سليم جدا واخر نمشي وده بالجزء الثاني من الفيديو وقيل انته هو المشكل ونخليه الجزء الثالث اللي هو الناس هما المشكل بالزات المرات كانوا نقعوا في ذاك حب الدات والآنانية بدلا ما نشعروا من اللي كانوا كانوا تقارنوا مع الناس او كانوا نحضروا على شي حاجة اجتماعية وحنا كان نشكروا رأسنا والاخرين هما اللي خيبين كتشوفوا مثلا في التلفاز كيشدوا يسولوا الناس اي واحد يسولوا مع الروبورتاج مثلا السائقين وذلك الناس لا يحترموا لإشارات ونحن نحن ندير القانون والله يهديهم وهو براسو تلقاه براسو يخطف طريق ونمشيوا عند الناس اخرين ونسولوهم أشبال لكم في الظاهرة الأزبال في الشوارع وعدم احترام النظافة وهذا الناس الله يهديهم يلوحوا الأزبال ويشري شي حاجة ملحانة كي يلوحوا الزبال تلقاه واقع له براسو يشري شي حاجة ويلوحها ولكن من لي تجي الكاميرا ويجي المسائلة ويجيوا الناس وكل شي يشوف فيها أنا رهزوين ولم لي كان يمشي للطبيب نحكي له مشاكيلي أنا وكيديروا للناس وكيدلموني وأنا وزوينة وأنا كندير وأنا كما جاء هذا المساج أنا لا أعتقد الأخت زينب أنا لا أعرف بالضبط المحيط كيف يديره ومين كان المشكل ولكن كان أحضره عموما وكان أعطيه نقطة جميع النقطة المحتملة وكل أحد يلقى النقطة التي تمثل حلها مثلا أخت زينب يمكن أن يكون لديها المشكلة عندها شي حاجة سيئة شي حاجة سلبية تجعل الناس يتعاملوا معها بذلك الطريقة مثلا شي مرة تعرض عليها صاحبتها لا تريد تمشيها هي تعتبر أنها لا تمشيش شي حاجة عادية ولكن المرة الأولى والثانية والثالثة لم يمشيتش صاحبتها ستقلق عليها ستقول هذه متكبرة حتى نرضيها بنفس الطريقة حتى لا نحطرها لا نكبر بها لا نسوقها إلى صونة عليها لا نجاوبها كما قرأتها قالت لك إذا صونة ما لم يجاوبني كيف تخمم لم يجاوبني كيف تخمم وقال راهمتي مرات كان ذلك الشخص يصوني ولم يجاوب بالتليفون يصوني باللاتي عاد نجاوب ولكن من بعد أنا وليت كنصوني على ذلك الشخص ولم يجاوبني يعني راكين تمشي مشكل وقال أنا اللي بديت هذا المشكل راه ماشي منه المشكل راه مني أنا شحال من مرة كنسمعوا شي مشكل أولا شي قاضية اجتماعية وديما كنشوفو في الناس الاخرين هم اللي خيبين آه هادوك شفارة آه هادوك المحسادين آه ما بقىش الخير آه الشر في هذه البلاد أبنا هادما كين هالكدوب يعني كيبقي يجبر لك واحد سلسلة دي الأخلاق السيئة وكلها كينة في الناس أنا رهزوين وأنا متق الله وأنا ما كندر حتى شي حاجة إذا من لي هاد الناس اللي كيهضروا وكيصرحوا بأنهم مزيانين وكيحترموا القانون وما كيلوحوش الظبل في الشوارع وكيحترموا علامات قيف كيحترموا الضوء الأحمر ما كيسبوش الناس ما كيديروا شي حاجة مخلة بالحياة إذا هادو كامل من لي كنسولهم كيقول لك حنا راه مزيانين وكنديروا كل شي مزيان شكون هادك الطرف الآخر اللي خيب فيما نمشي ونسوله شي واحد نعطيوه الميكرو كيقول لك أنا زوين والاخرين هم اللي خيبين ما نعرف إذا كان شي قوم آخر يأجوج ومأجوج ما عرفنا همش هم اللي كيف سدوا في الأرض الله أعلم قولوا لي وخبروني أنا حرت أنا من اللي كنجي نشوف نقلب على المشكلة فين كاين باش نعالجوه اللي جي تتهضر معك يقول لك أنا راه زوين أنا راه ما كندير والو أنا راه كنت هلا في الناس أنا كنجاوب الناس في التليفون أنا كندير معهم كل شي زوين هدرتي كلها مزيانة كانت تعامل معهم مزيان ديما هم اللي خيبين أي واحد عنده المشكلة يقول لك الناس خيبين أنا كنت منه شي واحد الشي نهاري صفت المساج يقول لي أنا فيها هالقادية والتوتر وكذا والناس كي يدلموني وكي يحصدوني وكي ولكن فيها واحد النقطة صيئة اللي هي كده وكده وكده هذا اللي غادي يقول الرسالة بهالطريقة هذي راه في منتصف رحلة العلاج هذا راه وصل للمرحلة الوعي الكامل يعني عارف الوضعية ما فيها ما يشوف شغل أخرين يشوف حتى رأسه كان واحد الانتقاد كان واحد الملاحظة محايدة وخاء أنا راه مظلم وذلك شي اللي كان نحس به ما بغيتش نبقى نحس به وبغيت نتعالج ولكن خصتني نشوف أنا شنو كان ندير هذا الجانب الثاني من الفيديو إذا قلنا الجانب الأول نشوفه واش كينش مشكل عضوي واش كينش رب شيد وكي أضطر لي على الحالة النفسية حيدناها الجانب الثاني او للقسم الثاني واش أنا اللي فيها المشكل نشد ورقة وستيلون نبقى نقييد أي واحد قال لي شي حاجة نشوف علش قالها نسوله شنو شفتي فيها علش ما بقيت نقلق واش الكلمة اللي قلت لك جارحة شين مرات كنقوله غي شي كلمة احنا كتبلينا عادية وعادك بنادم قده قداش انت كتبليك غي عيك تقشب وضاحك ولكن هادك راه تقصح هادك راه حصبها بحل بحل شي كلمة ضمرت له حياته ما بغاش يسمع ديك قده قداش ولا طويل ولا قصير ولا غليض ولا رقيق يعني واحد الكلمة احنا كنقولهم عادية انا راه ما قلت شي حاجة غي كنقشب وصاب ولكن ذاك التقشب هو اللي كيخسر المواد دي بناتنا وذاك الشخص اللي اديته ما غادش يبين لي بانني اديته غاد يمشي معايا بالسياسة سير واجي سير واجي عام عامين ثلاث سنين غاد يبقي يجيني الادم منه ونغان بقان نتفقص وميجينيش النعاس وعلش ما كييجاوبنيش وكنت معاهم زيان وهو راه ما زال مقيد عليه ديك الكلمة وكانت تاهمهم بانهم هم السبب هذا القسم الثالث من الفيديو وهو بصح الناس هم السبب انا مزياني درت ورقا وستيليه كما قلت لها دكتور بقيت كان قيدة على الاخلاق السيئة او اي حاجة سيلبية كينا في حياتي وشخصيتي قيدتهم حاولت تحكم وما نبقاش نديرهم قاع مع الناس نقيتهم مزيان دوست واحد المدة ما زال نفس الاداء يجيني اذا من اللي كنشوف راسي ما ندير حتى شي حاجة والاداء يجيني من الناس هنا سنتعمقوا مزيان في هاد المشكل اللي بغاو الناس يسمعوا الحلول عليه نشوفوا شنو قتلنا الاخت زينب كان نرضي الناس بزاف باش ما نخسرهم هذا يا اختي زينب واحد الفعل خطأ ماشي غير زينب اي واحد يدير هذه القضية انا ارضي الناس بزاف باش ما نخسرهم الى بقيت بهاد الفكرة هادي سمحي لي نقولك مع امرك التعالجي ستمشي عند الروقات ستمشي عند الكيبيع الاعشاب ستمشي عند الاطباء ستمشي عند البسيكولوج العلاج بالحوار ستمشي عند المعالج بالطاقة ستمشي للرحالات والاصفار اديري الليدرتي اديري العالم كامل ستبقى هكاك ما حدك تبغي ترضي الناس ستبقى هكاك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسن مني ومنك ومن جميع المتابعين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسن من العالم كامل ولكن في الزمان فش كان عايش بزاف ديال القوم ما كي حملوهش ادن فكيلي هاد المعادلة هاد من لي واحد افضل شخص خلقوا ربي في هاد العالم عنده واحد ناس كي كرهوه ادن حتى انا طبيعي كون عندي ناس كي كرهوني بالعكس من لي كون عندي ناس كي كرهوني كينشوش احتمالات اما درت شيء ما حملوهش وكما قلنا ما بقيتش كانت الحاجة الخيبة سوف يصفنا كل شيء تجاوزنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من هذا الفيديو وضعنا في القسم الثالث انا ما في حتى شي مرض وما عندي حتى شيء خيبة كاللوحها للناس كي يجيوني منهم لحواج الخيبين ادن محدد كي يكرهوني اما درت شيء ما ما كي حملوهش وهذا الحاجة اللي ما كي حملوهش الى ما كانش خيبة ستكون زوينة وما هي الحاجة الثوينة اللي ما كي حملوش الناس تكون ناجح يكون عندك الفلوس تكون مستقر عائليا تكون ناشط ضاحك تكون مقبول عند الناس كل شي كي يبغيك كين وشي ناس ما كي حملوش هاد شيء يشوفوه فيك اذا انت ناجح وكي يكرهوك فهذا النقطة اللي قلتي انني كنا نحاول نرضي الناس بش ما نخسرهم حاولي تجربي انك تخسري هادوك اللي كي يقاديوك وتحسين بواحد الراحة تكون هناك مقبولة ويجب انك بالطبع تكون الهاتقال ببعض ويجب انك تقلبي على الحل الانت تعلمش بانه ان انه اتقل ما هي حتيه هذا هو الحل لا يجب ان انتقل ببعض ان اتقل هذا الى حياتنا هذا هو الحل مرة عاجل العلاج مرة عاجل هي نتعلم حياتنا او من صحتنا او من دماغنا ستحيدي عنه تحسي برأسك مرتاحة ستقلبي على الكينة الراحة وانت ما زال متقل ستشرب الفرماسين كامل ستحسي بالراحة ستحيدي عنه اذا هذا الشخص الذي اعطيه الاحترام اعطيه القيمة اعطيه اي حاجة ايجابية ستنفعه وهو يرد لغي الحاجة الخيبة نخسره نحيدي نمرته من التليفون نضرب على اسميته تلاقيته السلام السلام ما عندي ما ندر به ما عندي ما ندر بطاقة السلبية وكل ما شفت فيه غير ما يزيد يدخل لي الهموم والمشاكل في حياتي اذا يجب ان تكون عندك الملكة او للمبدأ انني يجب ان نخسر الناس ضروري يجب ان نضحب الناس لكي نرتاح اذا اريد ان نجمع كل الناس عندي هذه فكرة اخرى لا يوجد شيء واحد راضي عليه الناس كلهم مية في المية ضروري شيء راضي عليك وشيء ما راضيش عليك لدرجة ايضا صونيت الشيء حد وما جاوبنيش نبدأ نحلل قتله شيء ما قتلهش وش كي سلني شيء ما كي سلنيش علش ما جاوبنيش كيتكبر علي نزيد نصنع لي الثانية والثالثة والرابعة والخمسة ما زال ما كي يجاوبنيش علش انا حط حياتي في واحد ضغطة زر لالشخص اخر اذا جاوبني انا فرحان اذا ما جاوبنيش نهاري كله مخسر وقد نغوت على ابناتي ونغوت على راجلي ونغوت على الناس وما صار في التخربق لي النهار حيث هادك ما جاوبنيش حيث هادك ما جاوبك او خلقك لماذا انا سنبقى تابع شخص او لا تابع شخص وذلك الحاجة لا تشد وذلك الشخص لا تشد ولا يرضى عليها ولا يقول لي حاجة جيدة الله يعاون السلام سنبقى مع الاشخاص الايجابيين لا يريد ان يجاوبني لا يوجد من يدير به الدرجة قالت لك ان راسي تزير والرقبة تشد علي وتحرقني هذه تقريبا هي اللي نسميه السيفالة يعني حرق الراس بسبب التوتر وتشد من قوة تخمام أعصاب ومشاكل تشدوا العضلات فان يزيروا على رأسك لان يتمكن من دورة داموية وان يتمكن من دورة داموية وان يتمكن من دورة داموية كيوقع ألم في الرأس كيوقع الأفكار السلبية كيوقع واحد الفشل في الجسم كامل كما قالت الدقات ديال القلب حتى وما كيبدوا كي تزربوا كيوقع لها واحد المشاكل يقدر يجيها إسهال يقدر يجيها بزافة العلامات في الجسم كامل غير من هاد الفكرة اللي دات لنا هاد الشد العضلي وخلت أن الدماغ ما يبقاش مركز مزيان مع الجسم ما يبقاش متواصل مع الجسم وكيفرس دوك المواد ديال الراحة وديال الإطمئنان وديال الإحساس الإيجابي إذن هنا ممكن غير الفكرة ديالنا نسبب واحد توتر عضوي باين ونسبب أمراض في الجسم ديالنا ممكن توصل حتى السرطان لا قدر الله في هذه الحالة ممكن أنك تبقى تستعنب بعض الوسائد خاصة بالرقبة كان بعض الوسادات اللي كيتحطوا على هاد الجهة ديال الرقبة مثلا الحالكة وكيتحافظ على التقوص ديال الرقبة سواء أنت جالسة بحالك سواء أنت متكية على ظهر ديالك فهناك نرخيو شوية ذلك العضلات المتشنجة بزاف ديال الرقبة ديالنا وكيفرس ديالنا والجسم ديالنا في واحد الاسترخاء من بعد واحد دقائق معدودة كتحس المريضة وكي يحس المريض بواحد الراحة وبواحد يعني بحال تقل كي يخفاف على العاتق ديالك الكتاف ديالك والرقبة ديالك إذا نمشي لنقطة الثالثة من الرسالة ديالها إلا سمعت كلمة جارحة من شخص كان مرض ونفكر فيها يوميا إذا سمعت كلمة جارحة من واحد الشخص كانت مرضي وتفكري فيها يوميا مبدئيا هاد الإحساس اللي حسيتي به عادي مؤقتا غير في اللول ولكن مخصوش استمر ديالك أي شخص آداني لا ستحملوه هذه طبيعة درها ربي في الإنسان أي شخص آدك لا ستحملوه أي شخص يدر فيك الخير وصرف فيك الخير تحس براثك من شارح له ومرتاح له وكتحبه إذا شخص يقول كلمة جارحة هذه كلمة جارحة ماذا حقيقية أم لا؟ إذا كانت حقيقية مثلا قال لي أنت متكبرة أنت تغوتي أنت لا تعرف أن تهضرين نفكر في الكلمة التي قال لي إيه هي جارحة شكرا جزيلا ولكن نفكر بشيء بالصح هذا الشخص سيكون أستاذ سيعلمني شيئا في الحياة بالأكس هذا يجب أن نشكره هذا لا يجب أن نكره هذا يجب أن نقادها لكي نبقى عائشة مزيانة أنا أستاذ لكي نحضر بكث وكان غوت ولم أعرف أن نوصل المعلومات وكان نخسر الناس والكلمات عندي خيبين واحد يقول لي بي أن كلامي أنا خيب لا أعرف أن نحضر لا يجب أن نتقلق ونغضب عليه ونسبب لا أنت هو أصافي بقينة ثم أنت هو يأتي الشيطان يبقى يحميها نفكر هذه الكلمة التي قال لي ماذا بالصحفية أم لا؟ إذا كنت بالصحفية نحضر نبقى لها رأسك شكرا وبردتني واحد أنا لم أرىها لا أرى الاتجاه المعاكس شكرا لكي قلت لي بي أن فيها واحد حاجة خيبة سوف نفكر كيف نحيد هذه الحاجة الخيبة من التصرفات من الجسم هذه الأولى أما الثانية هو أن هذا ما قال لي لم يكن فيها قال لي أنك نقول كلام خيبة أنا لم أكن أقول كلام خيبة والناس كامل يشاهدون بأن أنا متق يا الله كلامي مزيان والناس كلهم تعملوا مزيان حتى شي واحد ما قال لي أنك نقول كلام خيبة إذاً هذا كيف يكذب علي احس بأنني قلقه مدمرة وبيغي يشاهد القلق في القلب ديالي هذا ما يجب عليك شكرا لك جزيلا ورأتني أنت ورأتني الباب الذي ستصد لأنه مرات لا يوجد الخير يجب عليك أن تصده إذاً هذا الباب ستصده الله يعاونك لا تطول معك الهدرة لا تشارك معك شيء إلا تلاقيتك سلام سلام أنت أو لأنتي شخص كتجرحيني ما عندي ما ندير بك سد الباب كين بيبان أخرين كيتسنو ما غاديش نشوفهم إذا بقينا كنشوفوا في هذا الباب ديالجهنم اللي محلول إذاً كان هذا ملخص على المشكل ديالأخت زينب اللي كيعاني منه الملايين عبر العالم هو مشكل ديالتوتر والأفكار وكثرة التفكير ومحاولة إرضاء الناس واحتقار الذات وأنا ما سوياش وأنا ما درتوالو وشوف هذه وما كرهتش الناس ما انطلقاهم إذاً تفكري أختي بأنك عايشة لرسك عايشة للله وعايشة المحيط القريب جداً بك يعني عائلتك الصغيرة الناس البعاد بزاف الناس البرانيين ما تعطيهمش أكثر من قيمتهم كل إنسان عنده واحد القيمة بحل مستويات البطارية في الهاتف خمسين في المية سبعين في المية مية في المية تسعين في المية كل واحد القيمة دياله شي واحد عنده سبعة في المية في القيمة دياله عايش مرون حياته كلها دمار في دمار غير المشاكل الكريديات والروينة والهضراء الخيبة أنا ما عندي ما ندير به سأعطيه قيمته هو سأخويش من طاقة ديالي ومن القيمة ديالي باش نعمر واحد للقيمة دياله وما عمرها تعمر سبعة في المية كي يبقى قديمة سبعة في المية إلا إله ده الله أما أنا ما غنضيعش معه الوقت ما غنضيعش معه طاقتي ما غنضيعش معه جهدي نعطيه الشي حد كي يستاهل نعطيه كامل جهدي ووقتي وطاقتي لله نعطيه للعائلتي القريبة جدا مني ولكن دوك الناس ممزيانين ما عندي ما ندير بهم ما عندي ما ندير بتضيع الوقت معهم كين حويج اخرين وكين ناس اخرين يستاهلوا الوقت ديالي والطاقة ديالي نهار تبدلي الوجهة ديالك من هاد الأشخاص اللي كي يجوا منهم غير المشاكل والتخمام والتوتر والأعصاب وتقلبه كما قلت بغيت نبقى غير مع ابناتي وزوجي ووالدي واخوتي مزيان ركزي غير مع هادو الناس اخرين ما تعطيهمش اهتمام كبير ما تعطيهمش اكتر من القيمة ديالهم نتمنى ان شاء الله تكونوا مستافتوا من هاد النقط وهاد النصائح فمرحبا بالقترحات ديالكم والتعليقات ديالكم شكرا جزيلا على المتابعة ديالكم منا الف و سلام وفي 22 يوم و83.000 يوم المهم الأول ما أعطيتنا مشكلفاوي وما تدعي محقاكم بيضيح مجرح ومسك وَن العديد مجرح مجرح بيضيح بيضيح تم دعيح و نطفاو هذا ومجرح اشتركوا في القناة